إلى البرصة المصرية حيث تباين أداء مؤشراتها لدى إغلاق تعاملات اليوم وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق لاستثمار الأجنبية قابلها عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق لاستثمار المحلية والعربية خسر رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه لغلاق عند مستوى 661.421.000 مليار جنيه أما على صعيد المؤشرات فقد تراجع مؤشر EGX30 بنسبة 34% ليغلاق عند مستوى 981.000 فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوي الأوزان منسبة 92% ليغلاق عند مستوى 1854.000 وصعيد مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 62% لغلاق عند مستوى 2742.000 دعنوك 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 دعنوك. اشتركوا في القناة